هاي كيف كون؟ بناتكنوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة لبرج الرديل حاول أحكي فيه عن الأحوال العاطفية لإلك والشريك وكذلك رح تحدث عن الوضع العام رح تحدث كذلك حتى أنا مع زيب رح نشوف شو بيخبرون شهر الجون وكذلك رح تحدث عن الأحوال العام لإلك ورح نشوف شو بيخبرون شهر الجون وفي إمكانية أن تكون قراءة عامة لشهر أوكي بالنسبة لإلك يا برج الجدي عم شوفك كأنو التقيت بشخص كتير جدا بهاي كأنو كنت عم تحلم فيه كأنو كانت هذا اللقاء بمحد الصدفي أو كان هذا اللقاء ما كان يعني بالشكل الرومانسي أو بالشكل الذي كنت بتتوقعه يا برج الرضي ممكن نشب بينك مشكل وبينكم ومشكل وهذا المشكل خلاكم تتعرفوا على بعض وتصيروا مهتمين ببعض أكثر عم شوفوا لهذا الإنسان كتير أو كنت واخد نظري مغلوطة عن هذا الإنسان على أنه يعني شخصية عم تحبها لو شخصية متكبرة بس بالأخير ست معجب أكثر بهذا الإنسان عم شوفك بأنو تريد أنت مغروم بالوقت الحالي أوكي عم شوف فيه غرام كتير كبير بهذه القراءة عم شوفه للشريك كذلك مغروم هذا الإنسان اللي عم تطلع ليد الروفرز هذا الإنسان بحبك كتير عم شوفه عم يتواصل معك بس يعني ممكن الأوضاع الحالية ما عم تخليكم تلتقوا به بعض أكثر بس فيه حب كتير كبير وكتير قوي بينتكن عم شوفك ممكن تحب برج السرطان أو تحب برج الجوضاء أو الجرية حتى الأسد عم شوفه لهذا الإنسان كتير محبوب شخص كتير ناجح وممكن حتى شخصية تشتغل بقطاع التعليم ممكن تشتغل بكل شيء يخص الجمعيات وأعطاء للناس والمساعدات الخيرية للناس كذلك ممكن حدا يشتغل بالسفر بالوكالات طبع السفر ممكن حدا يشتغل بالمطار أي شيء يخصه بالسفر وكمان عم شوفه لأنه إنساني محب هذا الإنسان محب جدا للسفر عم شوفك كذلك لأنه أنت مشارك تجاه هذا الإنسان ليش مكسور القلب؟ ليش؟ ليش بقى؟ عشان في حب كتير قوي عم شوفك ممكن نشب بينكم شيء أو مشكل وأنت حاليا أو ممكن أنتوا حاليا مع بعض ما عم تشوفوا بعض أو عندك مشكل مع هذا الإنسان عم شوف في شيء أو مشكل يقع بينك وبين هذا الإنسان يتعلق بالغيرة يتعلق ممكن هذا الإنسان بالوقت الحالي ما عم يحكي معك كتير وهذا الأشياء هم تسبب لك أنت ألم يا برج الردي بنسبة له لألو عم شوف على أنه هذا الإنسان بحبك بس في مشاكل بينك وبين هذا الإنسان مشاكل تتعلق بالمال ممكن للبعض فيكم يكون مشكل بالاستقرار عندكم مشاكل بالكومنيكيشن أو بالتواصل عندكم مشاكل كتير عديدة بالعلاقة بس حال ما دان العلاقة فيها حب كتير قوي أنتوا منجديبين لبعض وفي حب كتير قوي بيناتكم بس المشاكل عم شوفها هيك بتنط نط بينكم وبين هذا الإنسان عم شوف الوضع الحالي بالرغم أنه في مشاكل حتى ممكن المشاكل الحالي اللي عم تظهر بالعلاقة سببها فكري ودهني أكثر ما عم تحكوه لبعض ما عم تقول له بعض هذه الأشياء ممكن أنت عم تحس فيها عم تحس مثلا أنه هذا الإنسان ما عم يتواصل معي جيدا أو ما عم يسأل عنك الوقت أو عم يحسوا أنه مثلا ممكن يحكي مع أحد هذي أحاسيز فقط ما عم شوفه شيء فعليا يعني عم تشوفه عم تلمسه أوكي يعني ما في او في افتراق بينك وبينه بس ممكن هذه الأحاسيز أكثر تشعرونها أنت والشريك بالنسبة للوضع الحالي عم شوفكم الحياة عم تحكو مع بعض وفي تبادلات للكلام الحلو يعني في مجال للقوميكيشن الطيبة الحلوة في خط تجادب كتير عالي بعينك وبين هذا الإنسان عم شوفه عم شوفك أنت كأنه أنت عندك فكر أو مشوش الفكر أو عم تشك بهذا الإنسان عم شوفه شك كتير كبير عم شوفه غيره عم شوفه تملك ممكن لأنه أنت عم تحبه لهذا الإنسان عم تشك فيه عم تشك بنواياه الداخلية عم شوفك ما عم تنام عم شوفك شويك عم تحلامك الليلة فيه عم تفكر بهذا الإنسان عم شوف حتى الإنسان الآخر إنسان طراحة بهذه القراءة عم شوف في مشاكل تتعلق حتى بالعائلة أوكي مشاكل في العائلة آآ كلكن عم شوفكن اتنينتكن فيه مشاكل تتعلق بالعائلة تتعلق للبعض منكن يريدون الطلاق لهذه الدرجة يعني خاصة المتزوجين عم شوفهم كأنه يرغبون بالطلاق أو الابتعاد عن بعض مع أنه فيه حب مع أنه فيه غراب مع أنه فيه كتير أشيء تجمعكن بعض ببعض بس فيه شيء أو فيه مشاكل دفيني ما كنتو عم تفصحوا عنا عم تخليكن أنتو كأنو كنتو عم تراكموا مشاكلكن عم تراكموا الأشياء اللي كانت بالقلبكن ما كنتو عم تبوحوها بفرد مرة صارت كأنو بوم انفجار يعني انفجرتو ببعض صار كل واحد يريد الابتعاد عن الآخر بس يعني غريب غريب لأنه القراءة فيه نوع من الحب والغرام والشغف والشك وكشي وهيدا الحب كمين فيه نوع من الرغبة في الانفصال والابتعاد عن بعض كأنو حد ما عم تفصحوا لبعض عم تخلوا مشاكلكن تخلوها بقلبكن ما عم تقولوها لبعض ممكن أنتو هذه المشاعر عم حسا أكثر تجول بالفكر وبالداخل أكثر ما عم تظهروها لعن عم شوف الوضع اللي حالي انتو عم تتكلم وانتو عم تحكوا حتى لو كان فيه جفة وفيه نوعا من الابتعاد ولو الطفيف بس عم شوف فيه كومنيكيشن وفيه حاكة عم شوف كذلك على أنه رح تضلوا هيك يعني يعني أنا عم شوف سراحة وكما يظهر لي إذا ما اشتغلته ما حكيته لبعض ما قلته اللي بقلبكن لبعض رح تضل هذه العلاقة مرهونة أو كل واحد رح يضل يراكم أشياء داخلية وباطنية بالعقل الباطن وكل واحد رح يقول لحاله أو يحقد على الإنسان الآخر لأنه ما بيفهمه لأنه ما بيعرف شو بده بالحياة لأنه وانتو عم تتواصروا ما فيك تفهم أو يغير الإنسان اللي بداخله لو لم تفصح أنت بما في داخلك يا برج الردي هم شوف فيك بحل المشاعر العلاقة فيها غموض والعلاقة فيها فيها نوع من الغرابة سراحة ممكن أنتو عم تتعاملوا مع برج الأسد سريطان جوزاء حمال وأقرب حتى برج الجادة ممكن وبرج الزر وبرج الزر وصار كل واحد يبتعد بطريقة ثالثة كانو العلاقة ما صار فيها نجد كتير كبير وكمان عا بيقول لك أنو أحليمك لازم شيء من الواقعية أو تعمل أكشن أوكي يعني إذا بدك أنتو هذا الإنسان أنو تصلحوا الأمور بين عيدكن لازم تفصحوا عن مشاعركن يعني ما رح تضلوا هيك يعني مبتعدين عن بعض ما بتحكوا ما بتقولوا اللي بقلبكن وتتحسن الأمور يعني الصلاة فقط لوحدها لن تفلح يعني الدعوية حلوة جيدة جدا أنو تدعوا الله أكيد لتغيير الأمور بس لازم أنتو تعملوا أكشن عنو أنو تحكوا اللي بقلبكن أنو تتكلموا بالمشاعر التي تجول بخاطركن بالنسبة كذلك للناس اللي عزيب عم شوفهم كأنو كانوا بعلاقة وهذه العلاقة ستعود من جديد للتظهر على السطح هذه العلاقة كان فيها نوعا من الشك أو الغيرة وكانت علاقة كتير طويلة للأماد عم شوفها رح ترجع للحياة من جديد ممكن البعض منكن أنتو تتعاملوا مع برج الجدي أو برج الميزان ممكن كذلك على أنو عم شوف هذه العلاقة رح تتحسن أكتر رح يكون فيها نوعا من العدل ونوعا من الصفاء الدهني ممكن أنا عم شوف حتى خطواته كاتجاه هذه العلاقة عم شوف أنو رح تكون في صلحة وفي تبادل الكؤوس يعني رح ممكن تسامح على الإنسان بالنسبة للحياة العامية برج الجديد عم شوفك ممكن أكتر عم تتواصل على الانترنت ممكن اشتغالك الحالي على الانترنت كذلك عم شوفك عم تشتغل كتير وممكن في حصادي كتير كبير رح يحصل بهذا الشهر عم شوفك أنو في بادرة خير أو في بادرة أموالة رح تأتي إليك آآ ما تخاف من الخسارة عم شوف فيه نوعا فيه اهتمام أكتر بالروحانيات عم شوف ممكن عندك آآ دسجن أو ممكن عم شوفك تهتم أكتر أو تفكر بالزواج عندك اهتمامات بالزواج عم شوفك أنو أنت تضعو الله من أجل أن تتزوج بهذا السنة أو بهذا الشهر عم شوفك يعني تحقق الأموال بعد التعابين طويل ممكن ما تقول أنو بالوقت الحالي الأوضاع المالية مش جيدة خلاص انتهت الحكاية لأنو عم شوف فيه وعد بالأموال وتدفق الأموال برج الجدي ممكن أكتر اهتم بكل ما يتعلق بالصفاء الدهني لأنو عم شوف الدهن مشوش القلب كدالك حتى هو تعبين اهتم للعائلة كدالك واهتم لكتير أشي عم شوفك عم تشتغل كتير يا برج الجدي عم شوفك تهتم للوضع العملي كتير عم شوف كدالك على أنو عم شوف كدالك عم شوف فيه تواصلات عم تتواصل بالشركة عم شوف فيه رساليات فيه فيه عم ترسل لشركات ممكن عندك ارساليات عم تحصل عليها ممكن حتى تتراسل مع ناس كتير بالشغل على السوشال ميديا كدالك عم شوفك عم تتواصل بالوقت الحالي عم شوفك كدالك عندك مصاريف كتير عالية عم شوف فيه وعد بالنجاح المادي برج الجدي حتى لو كان بيجون او من غير جون عم شوف فيه كدالك فيه ربح مادة او فيه حدا رح يجلب لك مال ممكن حدا اقردته مال رح يجلب لك هذا الاموال عم شوف ممكن هذه الاموال تأتي من العائلة او تأتي من شيء يخص السفر او شيء يخص حتى الشريك يعني ممكن الاموال تأتي من العائلة او شيء يخص السفر او حتى من الشريك ممكن هذه الاموال تأتي كدالك عم شوفها لانه ممكن يكون فيه فيه ابتعاد وفيه انزواء بهذا الاسبوع اكتر ممكن عم شوفك تهتم للعمال ونتاج العملي بس الحصاد رح يكون جيد يعني جيد جدا عم شوف فيه ورقة الحصاد والنجاح العملي الكبير من بعض هذه المشاقة رح يكون نجاح عملي ممكن يكون عندك مناوشات بالعمال او فيه مشاكل خاصة العمال فيه ناس ممكن حدا ممكن يخلق لك مشاكل بالعمال بس عمتان عم شوف الاجواء الطاقة العامة تهتم اكتر للعمال والحياة اليومية يعني عم شوفك يا برج الجدي تهتم اكتر للحياة العملية وعم شوفك اكتر تهتم لما يتعلق عم شوف عندك عندك طموحة وعندك رغبة كتير جامحة بالزويج حدا كل شي بتلعلك يا برج الجدي بتمنعلك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوا على قناة اشتركوا في القناة